طيب نيجي بقى للقصة دي اللي هي كانت رقم واحد على مستوى الفيسبوك اللي بتقول عليها كريمة أكتر قصة رجال مصر يهتموا بيها النهاردة بعض رجال مصر عشان ما قولش رجال مصر بعضا من رجال مصر إيه القصة؟ تصريحات للشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن كان لي علاقة بالأزواج لو قلنا لكم أكتر عشر قصص المصريين يهتموا منها بيها منها ثمان حاجات كانت ليه علاقة بتصريحات الشيخ أحمد كريمة قال لك إيه؟ قال لك على الزوجة اعاني زوجها على الزواج بأخرى بدل من يرتكاب الفحش قال تاني لأسف بعض النساء قد يقبلنا أن يفعل الزوج الفحشة ولا يقبلنا أن يتزوج بالحلال وقال لك استئذان الزوج من زوجته للزواج مرة ثانية سواء كان مقيم أو مسارف أو مسافر لم يرد به نصا في الشرع يعني الشرع لم يجبره على معالفين استأذن مراتك طبعا دخلت على خط المواجهة دكتورة أمنة نسيل وأمانة هي بقالها فترة بتخش في جدالات فقهية وعلمية وبأسلوب شيك وراقي من يومين مع الشيخ مبروك عطية والنهاردة مع الشيخ أحمد كريمة هو يقالت له قبول الزوجة لدرة افتراضات جدلية لا تحدث في الواقع الحقيقي وقالت إن هو اللي يقوله ده يهدم مبادئ الأسرة ويأثر بشكل سلبي على الأسرة على خط المواجهة لقينا جريدة صوت الأزر واحد من الأصوات الرزينة طلعت بعدد يوم الأربعة هي بتطلع كل أسبوع الزميل أحمد الصوي هو رئيس التحرير وكان من ضمن القصص الرئيسية تصريحات سابقة عادت نشرها في قلب السياق تصريحات لشيخ الأزر الإمام الأكبر زوجة واحدة تكفي بص يا كريمة نرى مع بعض هارأو الحاجة زوجة واحدة تكفي من يقولون أن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون والمسألة تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان قال التعدد من الأمور اللي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية وقال كمان أطالب المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة التعدد لزوجات بشكل كامل وتدبر ما قبلها وما بعدها والمسلم مش حر في أنه يتزوج عدم زوجاته مش حر وهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط والتعدد حقا للزوج لكنه حق مقيد الفكرة هنا هي الحق المقيد أن حق أو رخصة هي زي رخصة الصيام وانا في الوقت مش ممكن أفتر بس برخصة لها علاقة بعض القدرة الصيام كلامه واضح وأحدد سؤالي ليك أنت يا خالد لأنك بتاع سوشال ميديا فكرة الشيوخ ومع كل احترامنا للأسدزة الأجلاء يعني لما يطلعوا بتصريحات شبه كده هو تصريح ديني بحت ولا تصريح ترند يعني فكرة تصريح الترند اللي احنا عميين نشوفها بقالنا كذا يوم ويختلف عليه والناس تطلع تتكلم ويبقى حديث السوشال ميديا ويبقى مجال الجدل مع أسدزة أخر يعني أخر في مجال الفقه والدين مش قادرة استوعب الموضوع قوي لا بص هي بتبقى الشيخ أحمد كريمة كان موجود في أحد البرامج فسؤل سؤال فهو أجاب عليه من وجهة نظره لتفسيره لفكرة تعدد الزوجات خدوا أقول لكم وتفسيره هو مش تفسير الدين وكمان تفسير الشيخ أحمد الطيب للدين خدوا بالكوا تفسيرهم وده اللي كان دايما بنتكلم عليه فكرة أن الدين واللغة ومفرداتها تتحمل التفكير الشيخ الأصدر لما قالك التعدد نظريته وجهة نظر ومبنية على فكرة إيه أن التعدد رخصة في الحاجة لما يكون فيه ظرف قاهر زي الظرف اللي بيجبرك أن أنت تفتر الأصل الصيام والأصل الوضوء في الصلاة والأصل زوجة واحدة طيب أنا أعتقد بعد الطرح اللي عرضه أساسا هو تعدد الزوجات بعد العرض اللي طرحه الشيخ الأزهر بمنتهى الرقي والحسم مش من المفترض أن يطرح نفس الموضوع لمرة تانية أو تانية أو تانية أو رابعة ويصير رأي العينية ولا أدع إلى تشريعات تلغي حقا شرعية ودي نقطة بس أنا شايف بأمانة كريمة أنها جزء من الحراك المجتمعي وجزء على فكرة من تجديد الخطاب الديني أن الدكتور أحمد كريمة يقول رأيه والشيخ الأزهر يقول رأيه ودكتور أمنا نصير تقول رأيها وكلنا نسمع بس سيناريوهات معادة يا خالد فكرة سيناريوهات معادة بس مرة تانية بتصنع نوع من أنواع البلبلة داخل الأسر لأن حد يجي يقول ما أنا والله الشيخ قال كذا وأنت عارف أساسا الثقافة والله بزعلش مني لو أسرة هتوقف على حال البلبلة لتصريح من هنا أو هناك فهي أسرة هشة لكن الأصل الفهم لا إحنا نكلم على مستوى من العلم ومستوى من الفكر إحنا محتاجين للأصل ولما بنتكلم على كم المزاهب الفقهية وكم إعمال العقل والتفكير وكم الآيات اللي بتقولك ألا وبيكلمكم بكير أفلا يبصرون أفلا يتفكرون